من الخرطوم ينظم علينا مراسل غد محيدين جبريل محيدين هل هناك أي رد فعل حتى اللحظة من الحكومة السودانية حول هذه الخطوة الأثيوبية وصدعاء السفير؟ مساء الخير يا راح حتى الآن لم ترد الخارجية السودانية ولم تعلق على هذه المعلومات وهذه الأخبار التي تناقلتها مصادر ووصائد موثوق فيها يعني بعثنا باستفساراتنا وحتى الآن لم نتلقى أي ردا ولا من السواء كان من الوزير أو حتى الأفراد الآخرين الذين يعملون في إعلام وزارة الخارجية حتى الآن لم يصدر منهم أي رد ولا أي رد آخر من أي مستوى من مستويات الحكومة الانتقالية في السودان طيب محيد دين حسب رأي المراقبين ما هي دلالات هذه الخطوة من الجانب الأثيوبي؟ كيف ينظرون إليها؟ هذه الخطوة تعتبر أول مراحل ربما التصعيد الدبلوماسي بين البلدين ولعل الخرطوم وأدس أبابا أوضاعهم الداخلية لا تؤهل لأي تصعيد كبير على الحدود وهم ليسوا على استعداد للدخول في حرب بين البلدين ولكن في طبيعة الأحوال هذه الخطوة تعتبر ربما تنبيه من أدس أبابا للخرطوم باعتبر أن هناك تقارير تتحدث عن أن الجيش السوداني اجتاح عدد من المواقع واستولى عليها عدد من المواقع المختلف حولها والتي كان يدور حولها تفاوض في الفترة السابقة وهو خلاف على وضع العلامات الحدودية بين البلدين هذه الخطوة ربما تعني خطوات أخرى حال استمر الوضع العسكري على الحدود بين البلدين نحن لا يمكن أن نتكهن بطبيعة هذه الخطوة التالية ولكن بطبيعة الحال حالة الاستدعال السفير تعني تنبيه للبلد الآخر وربما تكون هناك خطوات أخرى قد تكون دبلوماسية أو سياسية أو حتى غير ذلك لا سمح الله ماذا عن التطورات الميدانية؟ حتى الآن المعلومات التي وصلتنا من هناك طبعا المنطقة غير مأهولة بالسكان متقطعة الاتصالات في أجزاء كبيرة جدا منها ولكن المعلومات التي وردتنا هناك طلعات جوية حتى وقت من مساء أمس ولكن صباح اليوم ليست لدينا معلومات جديدة حول الطلعات الجوية التي نفذها سلاح الطيران السوداني لطائرات مقاتلات من طرازي سوخوي وميج على الحدود السودانية الإثيوبية أيضا هناك معلومات مؤكدة عن عملية انتشار واسعة للجيش السوداني وتعزيزات إضافية وصلت لأسلحة مختلفة من قطاعات الجيش السوداني قد وصلت بالفعل إلى ولاية القضارف وأعادت انتشارها في عدد من المواقع نحن تحدثنا مع مصدر عسكري من الحدود وأكد لنا هذه المعلومات بأن التعزيزات الكبيرة وصلت إليهم بالفعل في الحدود شكرا جزيلا لك محيد دين جبريل مراسلنا من الخرطوم